هذا ما تذكره الطفل همام عن مهاجمته وسحبه بالأنياب الجارحة ليكون فريسة الذئب الهاربة الذي أدخل قضاء العزيزية شمال الكود حالة إنذار زائر ثقيل الظل ما زال يتجول في القضاء ويهدد حياتهم الذئب طلوة طلوة همام عزة سحلة هنا نعمر السيعة سحلة سحلة خبرية أخذها ويجيوح بيها ويجيوح بيها ويشعر علي ودرايحنا تشتناها بالطابت وقد ضربنا نعطقنا بالعرب عربية ذئبت تاي ذيب فجاعدنا بيئة الحديقة عدنا طفال اثنيا عاضوا ذيب من الزرة جاي ذيب عاضوا من الزرة جاي ثانية شوية حالك نشط المهم شهر درصاح هنه المهم خلصينا من عدنا هو لو شوية وما كون للطفل عدنا حالة بالخماس هذا حالة ثانية لدينا حالة في الخماص هم نفس الشيء هم عاضي طفلة وهم حالة خاطرة وهي بغداد وهي السواب في الذين الذين يدورون عليهم ماك نحن من ناس وحاجين وندور عليهم ما جاء نلقاه جاء يطلع بس بالليل همام لم يكن ضحية الذئب الوحيدة إذ سبقته خمسة حالات افتراس في القضاء والبعض منها في خطر كما أنها لم تقتصر على الأطفال فقط وبحسب ذو الضحية الأخيرة الطفل أمر 11 سنة فانتقلنا به قبل المستشفى العزيزية والمستشفى العزيزية من قصروا الدول الواجب اللي عليهم ولقحوا لقاح خاص وتداو يوميا مرتيا وأعلمنا الجهات الأمنية والجهات الأمنية أخذت دورها بس للأسف هذا الحيوان ما جاء يظهر يظهر بأوقات المستشفى قالوا والنيابة هذه سادس حالة تجينه مو هاي حالة أول حالة وأنما سادس حالة هاي من أحد الكوادر الصحية يعني كيف الأجواء عدتكم في خضاء العزيزية؟ الأجواء يعني لا يحسد عليها الأجواء اللي كانت تزهو بالرحمة والإيمان والهذه إحنا بيوتنا هس شلون خايفين ومذعورين وشلون إحنا شلون نحافظ على أطفالنا ستة ضحايا افترسها الذئب الهارب ولا يزال الرعب حاضرا في وقت المساء ومن سيكون منهم الضحية القادمة من محافظة واسط حسن الرسام قناة التغيير اشتركوا في القناة